السلام عليكم يعطيكم العافية عاشر اليوم رح نبلش بدرس خصائص مثلث اثنين خصائص مثلث اثنين فهذا الدرس عندي مبرهنة المبرهنة بتحكيلي في المثلث القائمة الثاوية طول القطع المستقيمة الواصلة بين الرأس الزاوية القائمة ومنتصف الوتر يساوي نصف طول الوتر هاي المبرهنة احنا اخذناها بما سبق بالصف الثامن والصف التاسع تعالي نترجم مبرهنة بشكل رسمتي عندي مثلث قائم الزاوية طول القطعة الواصلة من رأس القائمة الى الوتر طبعا احناها من سميه وتر المقابل للزاوية القائمة من سميه وتر هذه طول القطعة خليني اسميه الف با جيم بسميها دال طول با دال يساوي نصف الف جيم وبما انه دال منتصف الف جيم اذا هاي تساوي هاي تساوي هاي يعني بمعنى طول دال با يساوي نصف الف جيم كمان عندي دال جيم تساوي الف دال وتساوي دال با اذا من المبرهنة هاي تساوي شغلتين ان انا ممكن احكي انه دال با يساوي نصف الف جيم وامكان احكي دال جيم يساوي الف دال يساوي الف با نرجع لسؤالنا بحكي لي عندي الشكل ما يبين حديقة مثل الثلاثة الشكل فيها زاوي الف با جيم قائمة زيبهم موجود بالشكل يريد صاحبه ان يزرع شجرة في منتصف الظلع الف جيم يعني هون يريد ان يزرع شجرة في منتصف الظلع الف جيم ويوصلها بانبوب مستقيم بالصنبور الموجود عند النقطة با يعني هذا الجزء تمام ما طول هذا الانبوب اذا مطلوب مني هذا مثلث قائم الزاوية معلوم ظلعين بوجد الوتر عن طريق نظرية فيثاغورس اذا فيثاغورس الوتر تربيع يساوي الظلع الاول تربيع زائد الظلع الثاني تربيع طبعا هون انا وابا تساوي نصف الف جيم وابا تساوي نصف الف جيم ويساوي 18 تربيع زائد 24 تربيع يساوي ثلاثمية واربعة وعشرين زائد خمسمية وستة وسبعين ويساوي تسعمية تحت الجذر ثلاثين اذا طول الف جيم يساوي ثلاثين وحدة بما انه الف جيم ثلاثين اذا وابا يساوي نصف ضرب ثلاثين ويساوي خمسة عشر وحدة خمسة عشر وحدة طيب نجي هون مبرهنة المبرهنة اللي عندي مطلوب برهنة عندي معطيات عندي مطلوب اثباتها اني انا اوج اني انا اوصل انه دالبع تساوي نصف الوتر الف جيم طبعا هاي الرسمة رسمناها على احداثيات السين والصال زي ما دائما بنعمل رسمنا مثلث قائمة الزاوي عند النقطة باع احداثيات صفر صفر عندي السين وصفر عندي الجيم هي صاد صفر وصاد لانه السين عندي مجهول نبالش برهنة احداثيات دال هي منتصف مجموعة السينات على اثنين مجموعة الصادات على اثنين يعني سين على اثنين وصاد على اثنين الف جيم اللي هو طول الف جيم عبارة عن ايش جذر من قانون الطول جذر مجموعة السينات تربيع فرق بين السينات تربيع زائد الفرق بين الصادات تربيع يعني سين ناقص صفر تربيع زائد صفر ناقص صاد تربيع ويساوي جذر سين تربيع زائد صاد تربيع هذا الين الف جيم بدل بدل برضو على قانون الطول عندي سين على اثنين تربيع زائد صاد على اثنين تربيع لأنه صفر إذن جذر سين تربيع على اربعة زائد صاد تربيع على اربعة ربعت السين وربعت الصاد الأربعة جذر الاربعة Jorge إذن نص سين تربيع زائد صاد تربية وهذا الجزء هو عبارة عن ألف جيم وهو المطلوب إثباته طيب نجد التدريب قالت حنان في الشكل في الشكل اللي عندي هون النقطة دال هي مركز الدائرة المار برؤوس المثلث هل تتفق مع حنان نعم لأنه أنا هي دال عبارة عن مركز الدائرة التي تمر في جميع نقاط رؤوس المثلث طيب نجد للمثال ألف با جيم مثلث قائم الزاوية في با دال منتصف نرسم المثلث ألف با جيم مثلث قائم الزاوية في با ألف با جيم قائم في با دال منتصف ألف جيم إذا كانت با اثنين وستة ودال سالب واحد وعشرة جيد طول ألف جيم إذا المطلوب ألف جيم أنا أش بحكي عندي هاي النقطة المستقيمة با دال تساوي نص ألف جيم وبمشي عليها با دال تساوي نص ألف جيم طبعا بطلع طول با دال لأنه ألف جيم مجهول بطلع طول با دال وبعدين بضربها باثنين تعالوا نشوف مع بعض كيف رح نعمل بعدا الجذر عندي سالب واحد ناقص اثنين تربيع زائد اللي هو قانون الطول عشرة ناقص ستة تربيع يساوي جذر سالب ثلاث تربيع نرجع مع بعض سالب ثلاث تربيع زائد عشرة ناقص ستة أربعة تربيع يساوي جذر تسعة زائد ستاش يساوي جذر خمسة وعشرين ويساوي خمسة لكن احنا نرجع لفوق با دال طلع معي خمسة يساوي نص ألف جيم بدي أخلص من النص بضرب في اثنين للطرفين إذن طول ألف جيم يساوي عشر وحدات طيب نيجي لل تدريب ستة طلعتاعش صفحة خمسة وستين بقول لي ميم نون لام مثل قائم الزاوية في نون أنا لازم أرسم ميم نون لام قائم الزاوية في نون إذن قائم الزاوية في نون با منتصف ميم لام هذه النقطة با منتصف ميم لام إذن هذا يساوي هذا حيث النقطة نون سالب ثلاث وأربعة وبا وبا تسعة تسعة وسالب واحد جد طول ميم لام المطلوب طول ميم لام إذن طول با منون يساوي نص ميم لام زي ما احنا متعودين لكن أنا بقدر أطلع مين طول با نون هاي طول با منون جدر فرق السينات تسعة ناقص سالب ثلاث تربيع زائد الصادات ليسالب واحد ناقص أربعة تربيع يساوي نص ميم لام أنا بعوض على القانون اللي أنا كتبته جدر عندي تسعة زائد بتصير هاي زائد اتناش تربيع زائد سالب خمسة تربيع يساوي نص ميم لام جذر مية اربعة واربعين زائد خمسة وعشرين يساوي نص ميم لام جذر مية وتسعة وستين يساوي نص ميم لام مية وتسعة وستين عبارة عن تلت عشر ضرب اتنين ضرب اتنين إذن ميم لام تساوي ستة وعشرين وحيبا طبعا عندكم واجب أسئلة الدارس أنا رح أحل أسئلة الدرس وبعتلكم مية إن شاء الله بإذن الله صور يعني أسئلة الدرس الأغلب يعني السهلة نفس النمط على نفس النمط شكرا للمشاهدينة شكرا للمشاهدينة شكرا للمشاهدينة شكرا للمشاهدينة شكرا للمشاهدينة